سوف أعطي نظرة عامة عن شغلات ممكن ما أتطرق إلى بعدين عمشوف عندي في طاقة صفر قبل ما نبلش الأمور بالترتيب راح أعطي هيك نظرة في عندي طاقة صفر عمشوف منكم اللي عم يتعامل مع طاقة برج الجدي وفي أبراج كثيرة كذلك شايفك عم تشك في كل شي حواليك في عندي زعل على شخص من الماضي وفي رجوع على شخص من الماضي ولكن الموضوع رح يأخذ وقت في منكم اللي عم يعاني من حب من طرف واحد كذلك في عندك فتح أبواب جديدة وفتح أمور حلوة جاية بطريقك يا برج الجوزاء في حب كبير ما بين برج الجوزاء وبرج الدور هكذا بس شوف كأنه بعلاقة صلاتية المهم هذي أهم الشغلات اللي بيانت عندي ورح نبلش أول شي مع الصحة لبرج الجوزاء عمشوف يا برج الجوزاء انه اجتك ورقة 10 أوف باندغلز مع كوسة فالورقة هذه ممكن تكون عم تشير إلى حدود تغيرات مفاجئة وغير متوقعة من حيث الصحة فإذا كنت تعاني من مشكلة صحية أو أنه أو مرضك أو شغلة هيك فممكن تكون الحالة هذه اللي عندك هي وراثية كذلك في منكم اللي عنده شي عملية أو اضطرابات فممكن تكون انت أو شخص قريب منك ممكن يكون عنده شي عملية قريبا وفي منكم اللي هالشي مخليه يحس بالحزن كذلك ممكن تشير إلى مشاكل بالقلب كذلك عم شوف منكم اللي تعرض لكسرة قلب خيانة يعني خيبة أمل بموضوع وهذا الشي مخليه حزين يعني في حالة قلق أو داخل بحالة اكتئاب فتانو بيقلك يا برج الجوزاء لازم تاخد بالك من حالك لأنه الوضع هذا ممكن يوصلك لمشاكل صحية كذلك في منكم اللي مش عارف أساس المشكل اللي عم يعانيه يعني ممكن قولون يعني بواسر مش عارف يعني لك هل أو معدة للمشكلة اللي عنده أو عم ياخد دواء وما عم ينفع وكما يخبر التارو يعني بيقلك أنه لا تتجاهل الأعراض اللي عم تحسها اللي عم تحس بيها لأنه من الأفضل يعني استشارة الطبيب في هذا الخصوص كما يحدرك من السلوكات يعني والأنشطة التي تعرضوا صحتك للخطر يا برج الجوزاء كذلك في منكم اللي عنده شغلات يعني بخصوص تجميل يعني كأنه يعني هيك تنزيل وزن شكل أو تقويم يعني شغلات بالموضوع هذا هذا فيما يخص الصحة فأنت لازم تهتم بحالك يا برج الجوزاء وما تتحمل فوق طاقتك يا برج الجوزاء لأنه الشيء هذا رح يوصلك صحيا الشيء أنت ما بدك إياه والحين رح نشوف العمل عم شوف في منكم اللي عنده تسلط من المدير العمل وعم يحسوا حالهم يعني الشخص هيدا عم يحس حالهم بسبب تغترى على صعيد العمل كما يحذرك ورقة تاروية برج الجوزاء أنه قد يتم القبض عليك في منتصف الصراع في العمل أو قد يتطلب منك شيء شغلة رح تصير هيك بالعمل إنك تختار بين زميلين يعني متعارضين هيك فالموضوع بالنسبة إليك رح يكون صعب ومجهد لأنك لا تريد أن تبدو غير مخلص لأي منهما شايفك تعبان يا برج الجوزاء يقول لك التارو لا تأخذ قرار قبل التحقق من الحقائق ومن كل الأخبار يعني لا تصدق كل شيء بين أهل لإلك يا برج الجوزاء كما تشير الورقة إلى الخيارات الصعبة التي تجعلك لا ترغب في رؤية الحقيقة أما إذا كنت بتفكر يعني تعمل شيء مشروع فالورق بيقلك أن هذا هو الوقت المناسب للمشاركة في المشاريع كما أنك يعني ممكن تلاقي حالك عم تحصل على معلم أو مرشد سيساعدك في مهنتك فممكن تكون يا برج الجوزاء يعني في فترة صعبة عم تمر بها من ناحية المال ممكن من جراء النفقات الكثيرة أو في منكون اللي عنده دين أو في اللي في حاجة ماسة للمال أما إذا كان شي حدا عاطل عن العمل فالورق بيقلك أن هذا هو الوقت الذي يجب أن تخرج وتسعى وإن شاء الله سيحالفك الحظ هذه المرة يا برج الجوزاء فلا تفقد الأمل وخلك قوي أما فيما يخص الأسرة أنا عم بحاول كون سريعة فيما يخص الأسرة يا برج الجوزاء فشايف فيه اشتياق شديد لشخص أنتو بتحبوه كثير فباين الموضوع فممكن تكون الأم يعني في حدا مشتاق للأم أو إنسان بتحبوه لأني شايف الشخص هذا كذلك مفتغدك الشخص هذا اللي أنت مفتقد وشايفه كذلك مفتقدك يا برج الجوزاء كأنه كل واحد فيكم في مكان وإنتوا بعيدين عن بعض لأني شايفك يا برج الجوزاء كأنك مربط ممكن تشوفه معي كأنه شي حدا مربط من كل الجهات كأنك مش قادر تغير الوضع هذا فلا أنت في الأرض ولا في السماء كأنك معلق بشي موضوع أو موضوع وإنت موش بإيدك عم تشوف الشخص هذا معلق لا هو في الأرض ولا في السماء فكأن الموضوع مش بإيديك يا برج الجوزاء كذلك عم شوف فيه من كون المشتاق للعيلة تبعه ولكن الوضع والظروف ما سمحت له يكون قريب لأني شايفه كأنك مستافر يعني ممكن تكون أنت في دولة ثانية يعني بعاد عن بعض كل واحد في دولة وكل واحد في المحافظة بعيد عن الثاني لأنني عم شوف فيه مسافة بيناتكم وفيه شوق وحنين لبعض كذلك شايف فيه من كون اللي يعني اللي مشتاقل أولادها أو بدها تصير حامل يعني عم تحلم بولاد فالأمور هي فالأمور رح تتيسر في الموضوع هذا كما أني عم شوف في حب متبادل يا برج الجوزاء بين شخصين بعيدين عن بعض فاحتمال يعني أنت والشخص هذا ما بتكلموش بعد أو صار انفصال أو طلاق لأن شايفاك يعني بتحب الشخص هذا كثير ولكن كأنك مربط أو شي شغلة مخليتك معلق احتمال يعني تكون مزوج أو الطرف الآخر مزوج وشايف إنه هذا عائق قدام علاقتكم والشغلة هذه كأنها مخليك معلق بالموضوع هذا لأنني عم شوف يعني بشكل عام نوع من الفراق والاشتياق وصدق المشاعر فيما يخص الأسرة كذلك في منكم اللي مربوط بمكان بيشتغل فيه وحاسس بالشوق والحنين اللي الناس اللي بيحبن يعني كأنه مشتاق للماضي فيما يخص ما هو عاطفي الحين بصراحة في عندي طاقات كثيرة وأحداث كثيرة ورح نحاول إنه نسرد أكتر شيء إحنا شايفين طاقته عالية لأنه القراءة رح تنطبق على ناس طاقتهم عالية وما رح تنطبق على ناس طاقتهم لأنه إذا إجد ل لكون شامل الموضوع هذا رح يأخذ وقت كثير فشايفك يا برج الجوزاء يعني إنسان روحاني كثير وشايف فيه تواصل روحي عالي بينك وبين الحبيب يا برج الجوزاء لأنني شايف الحبيب يعني بيحبك وحامل كاس الحب يعني مبين إنه إنسان دكي عقلاني حلو وأحياناً يعني بتحسه بارد ولكني شايفاه زعلان شايفاه زعلان في عندنا رح أولى الأبراج بشكل متتالي برج الثور برج الجدي عندي دلو جوزاء ميزان رح نكمل الأبراج مع القراءة ولكن الشخص هذا زعلان وبيحبك وكأنه ما بيحب يعرض مشاعره من وقت الآخر يعني كأنه بيبين شوية هيك جاف يعني مرة هيك ومرة هيك ولكني شايفاه في الوقت هذا صار أكتر حكمة كأني حاسة إنه هو اللي قطع معاك وصار أكتر حكمة واتزان يعني أصبح بيعتمد على عقله أكتر من قلبه وأصبح أكتر مضج فممكن تكونوا أنتو حالياً في حالة انبصال أو الشخص هذا زوج يعني إذا كان زوج أو شريك لأنني أنا عم شوف في مسافة بيناتكم وحقيقة شايفاه زعلان شايفاه زعلان عليك وقاعد واستني ما عم تشوف الشخص هذا زعلان عليك وقاعد واستني بيستنك تاخد خطوة هو كله أمل يعني شايفاه كله أمل بالرغم من أنه زعلان عليك برج الجوزاء وناطرك وعن بيراجع الذكريات الشخص هذا بعده عم بيراجع الذكريات اللي بيناتكم حتى إذا كان مشى أو اختفى فجأة أو عامل روحه مطنش لأن الشخص هذا بيشوفك أنت السلميت الحب الحب تبعو الشخص اللي بدوا إياه والشريك فالشخص هذا يا برج الجوزاء يعني بيحبك كثير كذلك ممكن يكون متجوز يعني ممكن يكون متزوج وانتوا في علاقة ثلاثية فشخص هذا يا برج الجوزاء فشخص هذا يا برج الجوزاء انت كأنك شخص هذا زعلان وكأنك ناطر أخبار أو رسالة من حدا بعيد عليك أو انتوا زعلانين من بعض أسار بيناتكم وانفصال لأني شايفاك بتفكر بشخص من الماضي عم تفكر بشخص من الماضي في بيناتكم ذكريات حلوة ولحظات جميلة وشايفاك بتراقب الحبيب يا برج الجوزاء في مراقبة بصراحة يا برج الجوزاء شريفة في مراقبة فضيعة وأحب أن أقول لك أنه هو كذلك براقبك يا برج الجوزاء طمم حتى إذا كنتوا قافلين على بعض بالسوشيال ميديا ومختفي شخص هذا اختفى وعمل حاله مطنش ولا على باله فهو براقبك لأنك بعدك في باله شايفاك يا برج الجوزاء مندفع وزعلان ومخبز عليك عن الناس اللي حواليك عم تبين كأنه مش فارقة معك مع اني شايفاك يعني شايفا في منكم اللي حاول يرجع للحبيب وكأني شايفا ان الشخص هذا تخلى عنك أو طلع من العلاقة أو انت ممكن تكون مليت وطلعت من العلاقة بسبب علاقة ثلاثية ممكن تكون طلعت من العلاقة هذه بسبب علاقة ثلاثية أو في طرف ثالث فات على العلاقة أو حتى الشخص هذا ممكن يكون متزوج في من كون اللي شاف انه الشخص هذا شخص لعبي خاين يعني مخادع أو اكتشف انه في طرف ثالث أو انه متزوج ممكن يكون الموضوع معكوس ممكن تكون انت يا برج الجوزاء و اكتشف الموضوع هذا و ابتعد فحاليا عم شوف الحبيب عم يحاول يعمل توازن أو عم يستنىك تاخد قرار وتختار واحد لكني شايف الشخص هذا الفترة هذه متردد و مش واخد قرار نهائي في الموضوع هذا ولكن هو متواصل معك روحيا و بيفكر يعني في البداية الجديدة معاك يا برج الجوزاء ولكن الموضوع هذا رح ياخد وقت طويل على الاقل في الفترة هذه اللي احنا بنحكي فيها لان مش شايف الشخص هذا ناوي ياخد قرار نهائي سريع بهذا الخصوص لانه متردد ومتباطئ وكذا شايفك يا برج الجوزاء حابب ترجع للشخص هذا والحبيب شايفه معند قليلا ولكن حب بشرك انه في فرحة جاياك بالطريق يا برج الجوزاء فرحة نجاح اهي في فرحة جاياك بالطريق نجاح شغلة انت رح تحبه يا برج الجوزاء فانت شايف انه الحبيب يعني منشغل فكأني حاسة انه كأنه علاقتكم علاقته امروح مع بعض لاني عم شوف في طاقة تعلق وانت شايف انه الصلمات تبعك يا برج يا برج الجوزاء ففي منكم اللي شايفاه متعلق كتير بالحبيب وزعلان لانه حاسس انه خلص يعني الحبيب تجاوزه ونسيه ومشغول بحياته خصوصا بعد الشي اللي صار بناتكم سواء كان خيانه او تعرضت لخيبة امال او انفصال او طلاف فشايفاك متعلق يعني بالشخص هذا فممكن يعني تكون انت في علاقة يعني علاقة تانية وحاسس حالك عالق وغير سعيد في علاقتك وعم شوفك غير راضي وحاسس انك تريد التراجع عن هذه العلاقة لتقييم خياراتك يا برج الجوزاء ممكن تنطبق على الحبيب ممكن تكون معكوسة فكأني عم شوف انك حاسس وتشعر بحاجة الى التراجع عن العلاقة هذه لتقييم الخيارات لاني شايفاك غير راضي تماما عما انت فيه شايفاك بتفكر بشخص بعيد عنك شخص يعني ممكن الشخص هذا تركك او طلع من حياتك او انت تركته ولكني شايف الشخص هذا بعده بحبك ممكن الشخص هذا يكون طلع من العلاقة بعد خيبة امال فاحتمال يعني تكون او الحبيب بفكر يطلق او ينفصل او تعيد حساباتك لاني عم شوفك مادد كاس الحب وعم تحاول تمسك زمام الامور او هو عم بحاول يمسك زمام الامور ليلاقي حل ممكن الشخص هذا يكون متزوج او في عنده قضية او الشخص هذا متزوج وبيفكر في حدا ثاني او بفكر فيك برج الجوزاء كأنه ممكن تكون علاقة ثلاثية فكأنه عم شوفك عم تطلب العدل برج الميزان موجود معنا فالشخص هذا عم يحاول يوازن ويعمل توازن ولكني شايفه في مفترق الطرق فانا شايفه ان الشخص هذا بحبك يا برج الجوزاء حتى اذا كان متزوج او كنت في علاقة ثلاثية او كان مع احد ثاني فخلينا نشوف طاقتك يا برج الجوزاء طلعوا على طاقتك يا برج الجوزاء طاقتك طاقت ادمان على شي فممكن تكون يا برج الجوزاء حتى تبين الصور طاقت ادمان على شي فممكن تكون يعني بتراقب الحبيب كثير يعني نفس الورقة نحطك بالصورة او عم تفكر في حدا انت انت متعلق به وانت في علاقة ثلاثية وانت بتفكر من اللي راح يختار بناتكم كذلك شايفك يا برج الجوزاء تاخد خطوة لبداية جديدة وتبتدئ شغلة جديدة تمشي بها لقدام شايفك زعلان يا برج الجوزاء على حدا انت بتحبه ومفتقده شايفك مفتقده كثير فممكن انتو منفصلين او كل واحد بلد لاني شايفة في بعض مسافة بيناتكم وشايفك انو انت في عندك خيبة امل لاني عم شوف في مسافة بيناتكم فممكن انتو تباعدتو على بعض بسبب يعني خداع مكر خيانه شي حدا سرق منك الحبيب بالسلمات لاني عم شوفك مفترق الطرق يا برج الجوزاء وعم نتفكر بالشي اللي صاف وليسا الذكريات يعني محاوطتك من كل مكان لانه الشخص هذا بالنسبة لك كان السلمات وبعده عم شوف في تواصل روحي بيناتكم حتى اذا كان الشخص هذا مختفي يا برج الجوزاء سأقول الأبراج في برج العزراء ميزان جوزاء طور الطاقة الترابية عالية الطاقة المائية موجودة عندنا الطاقة النارية قليلة شوي الطاقة الهوائية كلهم موجودين جوزاء ميزان عزراء جدي طور ميزان طاقة النارية طاقة النارية مثل ما قلت بعده في تواصل روحي بينك وبين الشخص هذا ميزان 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 طاقة النارية لأنه كأن هذا كان صدمة و الشخص هذا كأنه متزوج يعني كأنه في منكم اللي بعلاقة ثلاثية او ممكن تكون انت يا برج الجوزاء صراحة شايفة كأنه في رجولة بعدكم وفي امنية جاية بطريقكم في امنية راح تتحقق وفي لانه عجلة الحظ واقفة بطريقكم يا برج الجوزاء الشغلة هذي حلوة وفي حكم او قرار راح يتاخد ورح يخليك يعني شيفةك راح تكون سعيد بالقرار هذا ورح تكون سعيد فممكن يكون هذا شي زواج انه طالع لك ورقة الزواج يا برج الجوزاء لاني عم شوف كأنه الشخص هذا بالنسبة للك الامان وكنت بترتاح معه وحس يعني انا اكتر انه الشخص هذا من الماضي يعني شخص كنت بترتاح الو شخص كأنه في بناتكم ذكريات وشغلات وعطول ببالك في ذكريات يعني في من كون اللي كان بده يعمل معه وعيلي وكان بيشوفه العالم والشخص هذا شايف انك انسان حلو انسان بتعمل خير شخص طيب والسول ميت في من كون اللي جاي بطريقه نجاح او فرح خطوبة او زواج او في رجوع لعيلة يعني في شغلات حلوة ولكن الموضوع هذا راح ياخد وقت لانكم شفتو راح يتجاوز الفترة هذي اللي احنا بنعمل فيها القراءة خصوصا فيما يخص الموضوع هذا تبع رجوع كذلك حاب اقول الشي فيما يخص او في شغلة راح اقولها رسالة هي الناس محددين هما راح يعرفوا رسالة هذي الايلون برج التور وبرج الجوزاء اللي في علاقة تولاتية برج الجوزاء مزوج مزوج بس برج الجوزاء هذي بيحبك انت يا برج التور وبيتفكر فيك انت ورح ياخد قرار لصالحك انت يا برج التور لانه انت الشخص الاول اللي كنت معه وانت الامان والشخص اللي بيغتاح معه والشخص اللي بيشوف انه الشمس والحياة في بناتكم رسائل وذكريات وانت يا برج التور طلعت من العلاقة هذي لما لما عرفت ان الشخص هذا متزوج بس هو بيحبك انت وراجع للك انت وبيتفكر فيك رسالة هذي والشغلة هذي وارجوع هذي انا متأكد من نوية بالمية بالنسبة للناس هذول لانه الورق عندي واضح عموما يا برج الجوزاء فيه امور جميلة جاية بطريقك فيه شغلات رح تتغير وفيه تحولات جاية بالطريق نختغير احوالكم حتى اذا اخذ الموضوع هذا وقت طويل فالصبر هو الحل والتفكير الايجابي لانه كما يقول المثل ما تفكروا فيه هو ما ستحصلوا عليه كذلك فيه طاقة رجوع لبعضكم يا برج الجوزاء الشخص يعني فيه منكم اللي فقد الامل من الطرف الاخر فانا عم شوف الطرف الاخر فيما يخص العلاقة الثلاثية بفكر فيك كثير وهو بيراقبك يعني مراقبة شديدة فالامور طيبة يا برج الدور حتى اذا كان فيه تأخير في الشغلات هذه ففيه شغلات حلوة جاية بطريقك فبتمنى القراءة تكون شاملة وتشمل اكبر عدد من المتابعين فاحب اذكر بشغلة انه كل الطاقات موجودة عندنا الا الطاقة النارية شوية قليلة هي موجودة ولكن قليلة مقارنة بالطاقة الترابية والهوائية اللي طاغيين على القراءة وبعدين المائية وبعدين بتيجي الطاقة النارية فبتمنى التوفيق لبرج الدور اشتركوا في القناة